انه ليس التهديد الاول ولكنه الاقوى من نوعه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يتوعد ميليشيا اسد الطائفية بعملية عسكرية ما لم تنسحب خلف نقاط المراقبة التركية في ادلب حتى نهاية الشهر الحالي دون ان يوضح اردوغان كيف ستنسحب تلك الميليشيا وهي تواصل تقدمها باستمرار وبات تطوق النقطة التركية في تل طوغان قرب سراقب لا يعلق اردوغان ولكنه يؤكد استعداد تركيا للدفاع عن قواتها في اي لحظة في اشارة لامكانية الرد على ميليشيا اسد لو استهدفت قواته مجددا كما حدث قبل ايام وقتلت ستة جنود اتراق قرب سراقب الوعيد والتهديد هذا اوصله اردوغان هاتفيا لنظيرها الروسي فلاديمير بوتين مضيفا ان مقتل جنود الاتراق بنيران ميليشيا اسد يعد بمثابة صفعة لجهود احلال السلام في سوريا حسب تعبيره يعلم الاتراق قبل غيرهم ان روسيا تهندس برا وجوا عمليات ميليشيا اسد في اتلب وفوق ذلك تبرر موسكو مقتل جنود الاتراق متذرعة ان جانب التركي لم يطلعها على تحركاته شمال البلاد كما تتهم انقرة بعدم الالتزام ببعض تعهداتها في اتلب فمن يتهم من وهل يتطور تراشق الاتهامات هذا والتصعيد الروسي في اتلب لتمسيق اتفاق استانا الذي لم يطبق اصلا يترك الاتراق الباب مواربا امام هذه المسألة ففي حين يقول اردوغان انه لن يدخل في نزاع مع روسيا ويذكر بما وصفها المبادرات الاستراتيجية معها تعلن مصادر تركيا الغاء تسير دوريات المشتركة التي كان مقررا تسيرها مع روسيا شمال شرق البلاد وفيما تتباعد الهوة ولو ظاهريا بين روسيا وتركيا في اتلب كان لافتا عودة تصريحات الامريكية بالشأن المحافظة حيث ادان وزير الخارجي الامريكي التصعيد الحاصل هناك مايك بومبيو سمى الاشياء بمسمياتها والتحدث عن هجمات وحشية غير مبررة على المدنيين من قبل نظام اسد وروسيا وايران وحزب الله الوزير الامريكي قال ملوحا بعصى الناتو ان بلاده تدعم تركيا للدفاع عن نفسها وذلك في معرض حديثه عن مقتل جنود اتراك من ايران ميليشيا اسد تصريحات بومبيو تزامنت مع تأكيد البنتاجون ان قواته مستعدة لتدخل في سوريا فيما لو استخدمت ميليشيا اسد السلاح الكيماوي ضد المدنيين وكأن لسان حاله يقول ان قتل السوريين مسموح بباقي الاسلحة لكن الحديث عن الكيماوي تزامن مع اتهام الاحتلال الروسي لمنظمة الخوذ البيضاء بفبركة فيديوهات تحاكي هجوما كيماويا شمال البلاد وهذا ما دأبت عليه موسكو في كل منطقة سورية تحاول السيطرة عليها وفي كل مناسبة تستغلها للتعبير عن غضبها من قيام الخوذ البيضاء بواجبها الانساني ميدانيا وبعيدا عن التصريحات المختلفة الضبابية حينا والمتضاربة احيانا اخرى تواصل ميليشيا اسد توسيع نطاق سيطرتها جنوب وشرق ادلب وسط غياب اللافت لهيئة تحرير الشام باعتبارها الاكثر عددا وعتادا في المحافظة فالى اين تسير الامور في الشمال السوري وهل ما يحدث هناك اتفاق موقع بغرف مغلقة يجري تنفيذه الان ولا مانع من تصريحات تحفظ ماء الوجه انا اللي دقت القصف اللي بحلب بتمنى ما احد عدوه وهل العالم كله داءت القصف والدمار كل شي كل شي نحن دقناه بحلب هون داءوه وامام صور المأساة هذه يتسأل كثيرون عن موقف المجتمع الدولي ام انه ينتظر قتل المدنيين بالكيماوي حتى يتدخل او يطلب تحقيقا في الهجوم ينتهي الى دهاليز ترشق الاتهامات ثم ينسى في رفوف المنظمات الدولية